بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق لم أهلتنا من قبلهم من قرن فنازوا ولا فحين مناق وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واقضروا على آلهتكم إن هذا لشيء يقاد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق فأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائم رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما همالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفدعون ذو الأوتاد وثمود وقوم نوط وأصحاب الأيكة همالك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من سواق وقالوا ربنا عجلنا قطرنا قبل يوم الحساب تصدر على ما يقولون ولكه عبدنا داهود ذا الأيل إنه أواب إما تقرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشذبنا ملكه وآتيناه الحكمة وحصن الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إن تتور المحراب إذ نقلوا على داود ففزيع منهم قالوا لا تقص خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتق وهدنا إلى توال الصراط إن هذا أخي له تسر وتسرون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكبر ليها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمت بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلقاء ليبغي بعضهم على أعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل مناهم وظم داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وقر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لثلثا وحصن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيغذلك عن سبيل الله إن الذين يظنون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين فقروا فويل للذين فقروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمسيبين في الأرض أم نجعل المستقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبار وقل ليتذبروا آياته وليتذكر أهو الألباب ووهبنا لذابود سليمان نعمى العبد إنه أواب إذ عرغ عليه بالعشر يسطاف نات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارث بالحجاب ردوها علي فقفق مسحب بالسوق والأعناق ولقد فتمنا سليمان وألقينا على ترسجه جسدا ثم أناب قال ربي اغفبني وهبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك هنت الوهاب فسخرنا له الميح تجري بأيه رخاء حيث أقاب والشياطين كل بلناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا العقاء لا فمل أو أمسك لغير حساب وإن منه عندنا لسلسى وحسن مآب وانقر عبدنا أيوب إن ماذا ربه أني مستني الشيطان بنصفه وعذاب قل فوق برجلك هذا مغتفل باجد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة إننا وذكرا لأولي الألباب وقل بيدك ضغفا فاورد به ولا تحنك إما وجبناه قابرا نعم العبد إنه أواب والكر حبابنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إما أحنصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المسقطين الأخيار والكر إسماعيل واليسع وذا الكثل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب فاتحت لهم الأبواب متكنين فيها يدعون فيها بثاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أسراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرقنا ما له من نفاد هذا وإن للطارين لشر مآب جهنم يصلونها فبت المهاد هذا فليلقوه حميل وغساق وآخر من شكله أسواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمت موه لنا فبت القرى قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا وعكا في النار وقالوا ما لما لا نرى رجالا كنا لعدهم من الأشرار أدخلناهم سصريا لمزا غف عنهم الأبصار إن ذلك لحق تقاصم أهل الماء قل إنما أنا منذر وما من إله إن الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبل عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي بالعلم بالملئ الأعلى إن يخفصمون إن يوحى إليك إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا قضيته ونطقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استثر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما ملعك أن تسجد لها أن تسجد لها فقط بيديك استكبرت أم كنت من العامين قال أنا خير منه خلقتني من مار وخلقته من طين قال فقط منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال ربك أنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنغرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعدتك لأغفينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلطين قال فالحق والحق أقود لأملأم جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسهمكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إنه إلا ذكر للعالمين ونبع لهن نبأه بعد حين